بالمقابل أكاد القائم بأعمال ممثلية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك عباس كاظم عبيدة في كلمة العراق بجلسة مجلس الأمن الدولي والتي عقدت بطلب من روسيا بشان الضربات الأمريكية على العراق والسورية أكاد هذه الاعتداءات تشكل تهديدا خطرا لأمن العراق وسيادته وبيّن أن الحكومة العراقية تواصل مضيها في إقامة علاقات متوازنة مع محيطها الأقليمي وتستغرب من الاعتداءات التي تطالها دول تمتلك معها علاقات متميزة وضف أن العراق يسعى إلى أن يكون عامل استقرار في محيطه الأقليمي والدولي وأنه يدين جميع أشكال الاعتداءات التي تطال القواعد العسكرية